تدخل الروسي العسكري في سوريا بل ضمن إطار وحسابات استراتيجية أوسع حيث عدت موسكو أن من حقها أن تكون شريكا في القرار الدولي وأن استمرار هذا الوجود ينبع من رغبة موسكو القوية في تقاسم النفوذ في المنطقة أما الانتهاكات الروسية ضد الشعب السوري فلا حصر لها حيث شاركت روسيا في الحرب من خلال قصف جوي مستمر وقوات برية اتخذت تسميات مختلفة مثل الشرطة العسكرية الروسية أو وحدات الحماية الخاصة فضلا عن المجموعات التابعة لشركة فاغنر وغيرها التي سهلت على وزارة الدفاع الروسية التنصل من المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت مقتل آلاف المدنيين على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا فضلا عن المجازر التي ارتكبتها بحق سكان محليين عبر استخدامها للأسلحة العنقودية والحارقة المحرمة دوليا حجم العنف المتصاعد الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النزوح وتشريد القصري وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنها التحالف السوري الإيراني في تشريد نحو أربعة مليون ونصف المليون مواطن سوري وعلى ما يبدو أن روسيا تحاول التمسك بحلمها في بناء أسطول وقواعد عسكرية على شاطئ البحر المتوسط من خلال إقناع العالم بإعطاء الأولوية لإعادة الإعمار كطريق لعودة اللاجئين السوريين إلا أن الموقف الأمريكي الأوروبي يؤكد على أنه لا إعمار دون تسوية سياسية وفك ارتباط النظام السوري مع إيران وميليشياتها ترجمة نانسي قنقر